أكد سمو الأمير الحسن بن طلال خلال افتتاحه أعمال المنتدى الدولي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه على أهمية مشاريع المياه والطاقة والذاء في قيادة المنطقة نحو التنمية المستدامة وضرورة توجيه التقنية الحديثة للاستثمار في المياه والتركيز على السياسة المائية التي تعتمد على الاستشراف والاستباق والتعاون بين دول المنطقة كما تحدث في المنتدى كل من وزير الموارد المائية والريفي جمهورية مصر العربية الدكتور هانيس ويلم وممثلي برنامج الأمم المتحدة للبيئة الدكتور إياد أبو مغلي حيث أكد أن الاستهلاك غير المستدام للموارد الطبيعية قد أسهم بشكل كبير في التحديات البيئية التي نواجهها اليوم مستدامة مستدامة مستدامة